شريف عبد المنعم الكابتن علاء ميهوب الكابتن أساب عربي والكابتن أحمد دبلال وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعاً قبل انطلاق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة التسعة عشر للدورة المصر الممتاز من داخل الاستاذ المقاولون العربة كابتن نايمان ننقلك الأجواء قبل انطلاق هذه المباراة زي ما حدك استعرضت تشكيل النادي الأهلي وخليني أطمنك على حالة تعالي معلول حالة تعالي معلول جاهز طبعاً للمباراة بالتالي وجوده على مقاعد البودلاء ده بيخضع للرؤية الفنية المستر بيتسو موسماني لكن بطمنك أن تعالي معلول جاهز إن شاء الله للمباراة طبعاً بيخرج من قائمة النادي الأهلي هو مصطفى شوبير طبعاً النهاردة المستر بيتسو موسماني عقب المحاضرة الفنية عقد جلسة أخرى مع اللاعبين حث اللاعبين طبعاً على أهمية هذه المباراة وبالتتابع أيضاً مباراة إمبيا ثم مباراة الإسترن كامباني على الجانب الآخر الكابتن خالد جلال في كلامه مع العبي الفريق البنك الأهلي في آخر خمس لقاءات الفريق حققت عدل في أربع لقاءات وانتصار وحيد طبعاً النهاردة هو كريم بامبو بيلعب فيه الجبهة اليوم الجبهة اللي قابلها محمود وحيد من الممكن يعني يبقى أكيد الرؤية الفنية من مستر بيتسو موسماني من ممكن أن فريق البنك الأهلي يلعب على الهجمات المرتدة لكن مستر بيتسو موسماني النهاردة تكلم عن اللعبين على بعض الجوانب الخططية وإزاي استغلال الكرات الثابتة إنه واحد من الأسلحة اللي عايز يستغله خلال هذه المباراة سواء مباراة البنك الأهلي أو مباراة إمبيا أو مباراة إسترن كامباني قبل مباراة الوداد في نهاء البطولة الأفريقية كابتن خالد جلال يتكلم عن اللعبين قال يعني طالب من اللعبين ضرورة إحراز نتيجة جباية أمام النادي الأهلي يعني واستغلال انشغال النادي الأهلي طبعا بالبطولة الإفريقية والمباراة الإفريقية زي ما قلنا كابتن أيمن اللي طاقم التحكيم النهاردة الكابتن أمين عمر وبيعونه أحمد حسام والكابتن سمير جمال والحكم الرابع محمد العتباني اتنين على تقنية الفار كابتن محمد ميدو سلام والكابتن هاني عبد الفتاح إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة أنا موجود معك كابتن أيمن لو في أي استفسار أو أي تساول شكرا